لك رأيي حول مسألة السلاح قلت إما كل الناس مسلحون وإما كل الناس غير مسلحين ماذا تريد من هذا الجواب؟ أعتقد أن الكلام واضح أما إذا كان بعضهم من الناس مسلحين وكان بعضهم من الآخر غير مسلح فهذا يعني أن من بيده السلاح سيتغلب على من هو أعزل من السلاح ولذلك السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وبيد الجيش على وجه التحديد وإذا كان الجيش يملك السلاح ويستعمله فهذا يعود بالخير على جميع المواطنين لأن الجيش هو قوة نظامية بيد الدولة يعني ما زلت يا غبطة البطرك تعتقد أن حزب الله لن ينضوي تحت الجيش؟ نعم هذا يعتبر شوازا لأن البلدان عادة تكتفي بما لها من جيش ولكن إذا قام إلى جانب الجيش قوة أخرى تعتمد بأوامرها هي ولا تعتمد بأوامر الدولة فلا أعتقد أن هذا عاما شاملا في جميع البلدان لكن أنت متشكك في نية حزب الله أنه يلقي السلاح؟ لا أشكك أنما أنا أورد القاعدة القاعدة معروف وأعطي أني بلد في العالم يكون هناك فيه جيش أن جيش للدولة وجيش خارج الدولة لا يوجد لكن أنت متخوف أنت متشكك أنهم سيذهبون إلى هذه الخطوة ترى أنه لن ينضوي وترى أنه سيتمسك بسلاحه؟ ربما لا يمكنني أن أعرف ما سيحدث في المستقبل ولكن القاعدة أعطيها وهي أن البلد له جيش هو جيش نظامي ويتلقى الأوامر من السلطة التي تكون هي مسؤولة عن البلد حتى أنت قلت في حوار سابق أن حزب الله يدين بالولاء لإيران أكثر مما يدين للبنان ما زلت عند رأيك هذا في حزب الله؟ نعم لأن حزب الله في معظمه الشيعي والطائفة الشيعية هي موجودة في إيران وهذا طبيعي أن ينجذب شبيه الشكل نجذبون إليه فهم يدينون بدين واحد ولكن طبعا الوطنية تأمر كل إنسان أن يكون مدينة لوطنية قبل أن يكون مدينة لغيره من الألطان أنت تتحدث عن الإنجذاب إلى إيران من الجزاوية الدينية أم بالقرار السياسي؟ ما هذا يستطيع بعضه بعضنا إذا كان هناك روابط دينية فتنتقل هذه الروابط لتصبح سياسية لكن الحزب يطرح نفسه أنه حزب وطني وأنه حرر البلد فهذا القول أنه ينجذب إلى إيران على حساب لبنان يعني يخدش في هذا الشعار طبعا لكل شعاره ويرفعه ولكن نحن نقول بطريقة عملية أن البلد يجب أن يكون بلد مستقلا في ذاته ولا يكون تعلقا ببلد آخر ولكن إذا تعلق ببلد آخر أصبح عليه لزاما أن يتلقى الأوامر من هذا البلد وهذا خروش على القاعدة فالبلد يجب أن يكون أمره لزاته ولشعبه كيف ترى أنت غبطة البطرك حل هذه القضية إشكالية حزب الله بسلاحه في لبنان وانجذابه إلى القرار الإيراني كيف الخروج من هذه الأزوار؟ أشياء القاعدة التي نراها في جميع البلدان القاعدة السيدة هي أن البلد كل بلد له جيشه وله نظامه العسكري وعلي أن يكتفي به أما إذا كان في البلد جيشان جيش يأتمر بأمر دولة وجيش لا يأتمر بها فهذه ليست القاعدة أنت تخاف من هذا السلاح على البلد أم على المسيحيين؟ الخوف على البلد ككل لأن الذي بيده السلاح يمكنه أن يديره حيث ويشاه أنت ترى مخاطر الحزب على المسيحيين أكثر أم أن هناك ربما يعني ينشأ حربا مذهبية حوضا عن الطائفية في لبنان من كانت بيده السلاح شعر بالخوة وإذا كانت لديه الخوة فهو يعمل على الاستاء على الحكم في البلد وانطلاقا من هذه النظرية فيكون الخطر ماسلا لجميع الناس فلا يكتفي بأن يكون خطر على بعض الناس إنما الخطر على جميع الناس إذا استولى الذين هم يعتبرون الدولة ضعيفة أو لا قدرة لها فيقومون مقامها أنت تعتقد أن حزب الله يخطط لحكم البلد؟ ربما ليس اليوم إنما ربما بعد مدة عندما يأنس من نفسه القوة بأن يستولي على البلد فإنه يستولي هو لا يستطيع أن يستولي على البلد الآن؟ هو جرب هذا؟ ربما ربما لا أدري لو طلب من غبطة البطرك التصويت على موقف لبنان من العقوبات على إيران كنت وافقت؟ رفضت؟ أم امتنعت عن التصويت؟ هذا شأن يخص الأمم المتحدة والدول على وشه نعام ولكن إذا كانت هناك بعض أمور تستوجب العقوبة فيجب أن تعاقب وهذه قاعدة تجري على جميع الناس الأفراد والجماعات ما رأيك أنت بموقف لبنان؟ لبنان هو بلد معروف عنها أنه بلد زكيان المستقل ولكن له مصاعبه ويجب أن يكون له صدقاته وعلاقاته الطيبة مع جميع البلدان التي بجواره ومع غيرها من البلدان أنت مرتاح لقرار لبنان من قضية التصويت؟ امتناعي عن التصويت؟ التصويت على العقوبات على إيران كان قرار لبنان جاء بيعبر عن إرادة اللبنانيين أم أنه بضغط من أطراف في لبنان؟ أعتقد أن لبنان أخذ الخرار الذي يجبه عليه الوضع وهو على اتفاق مع الحكومة اللبنانية والحكومة اللبنانية جاءت بإرادة جميع اللبنانيين غبطة البطرك هل من الممكن أن تلتقي مع سيد حسن نصر الله؟ التقيته مرة عديدة والآن لا بانع من أن نلتقيه إذا كانت هناك الظروف تسمح بذلك كيف يمكن أن يتم هذا اللقاء؟ مثل ما تم في الماضي يتم اليوم بمبادرة منك السابق أم منه؟ لا فرق بينه مني ومنه وإنما يتم اليقاء فيأتي إلى زيارتنا ونستقبله مثلما كان يأتي سابقا ونستقبله لا زلت ترى أنه لا يوجد شبه إلا أن اسمه الأول اسمه الثاني اسمه نصر الله اسمك الأول واسمه الثاني هذا هو الشبه؟ أبو حسن نصر الله وأنا في غطر أبو حسن نصر الله يعني أيهما في رأيك أصعب أو أسهل في اللقاء السيد حسن نصر الله أم الرئيس بشار الأسد؟ نحن نلتقي جميع الناس وليس ما يمنع إنما كل اللقاء قد يفسر بغير معناه ونتجنب ذلك لألا يكون هناك تفسيرات ربما لا تكون في محله لكن ألا ترى غبطة البطرة كأن اللقاء مع حزب الله ومع السيد حسن نصر الله يمكن أن يحرق قضية الحوار؟ ربما الحوار قائم الآن في لبنان ولا يأتي بجديد أنت ترى إلى أي مدى سيفيد هذا الحوار؟ إذا انتهى بتفاهم بين جميع الأطراف فإن البلد طبعا يكون قد حقق مكسبا كبيرا ولكن إذا لم ينتهي وظلت الأراء متباينة فهذا الشيء يؤسف له يعني أنت ترى أن الحوار يمكن أن يحل قضية السلاح؟ ربما هل هناك طريقة أخرى لحل القضايا؟ الحوار طال وحينما يأتي قضية السلاح يتعقد أو يتوقف؟ ربما لأن كل جانب مصر على رأيه ونحن نقول أن في البلد الواحد يجب أن يكون قوة ضاربة واحدة أما إذا تعددت القوات فيكون هناك قتال بين أفراد الشعب الواحد وهذا مستنكر ترجمة نانسي قنقر